شارك وفد الشعبة البرلمانية بمملكة البحرين برئاسة معالي السيد فوزية بنت عبدالله زينة لرئيسة مجلس النواب في اجتماع الجمعية العامة الحادية والاربعين بعد المئة لاتحاد البرلمانية الدولي المنعاقد في العاصمة الصربية بيلغريد وتأتي مشاركة الشعب البرلماني في مملكة البحرين في هذه الاجتماعات واللقاءات الدولية من منطلق الاهتمام بالدبلوماسية البرلمانية والتي تتماشى مع همية دورها في تنمية وتعزيز العلاقات البرلمانية الخارجية ومد جسور الصداقة والتعاون مع مختلف البرلمانات الاقليمية والدولية بهدف استعراض جهود مملكة البحرين في مختلف المجالات وابراز انجازات النهج الاصلاحي الشامل بقيادة جلالة الملك المفدى ومن المقرر ان تعقد مختلف اللقاءات التنسيقية للمجموعات العربية والاسلامية والاسيوية اجتماعاته بغرض تنسيق المواقف وبلورتها حول ابرز القضايا المطروحة والاطلاع في القضايا الطارئة التي سيتم التطرق اليها ضمن السير مناقشات الدورة البرلمانية ترجمة نانسي قنقر